العزة الثالثة مسبح المحركة المصنوع من أخشاب السنت المغطى بالمرنز خروج الإصحاح الثامن والثلاثون الآية الأولى إلى السابعة وصنع مسبح محركة من خشب السنت طوله خمسة أزرع وعرضه خمسة أزرع مربعا وارتفاعه ثلاثة أزرع وصنع قرونه على زواياه الأربع منه كانت قرونه وغشاة من نحاس وصنع جميع آنية المسبح القدور والرفوش والمراكن والمناشر والمجامر جميع آنيته صنعها من نحاس وصنع للمسبح شباكة صنعت الشبكة من نحاس تحت حاجبه من أسفل إلى نصفه وسبق أربعة حلقات في الأربع الأطراف لشباكه النحاس بيوتا للعصوين وصنع العصوين من خشب السنت وغشاهما بن حاس وأدخل العصوين في الحلقات على جانبين مسبح لحمله بهما مجوفا صنعه من ألواح كان على كل خاطئ أن يحضر زبيحة إلى مسبح المحركة لكي يتخلى أي خاطئ من شعب إسرائيل عن خطياء كان عليه أن يحضر حيوانا زبيحة إلى خيمة الاجتماع ويمرر خطياء إليها بوضع يديه على رأس الزبيحة ويوصفك دمه ثم يسلم هذا الدم إلى الكاهن ويضع الكاهن أثناء أداء الشعائر دم الزبيحة هذا على كرون مسبح المحركة ووضع دهنه ولحمه على المسبح لتحترق بالنار كرائحة حلوة للرب الإله حتى رئيس الكاهنة كان عليه أن يضع يديه لتحترق على الزبيحة ويمرر خطياء إلى الحيوان أمام مسبح المحركة من أجل الحصول على مخفرة خطياء وكانت هذه زبيحة الكفارة المقدمة على مسبح المحركة المصنوعة من خشب الصنت والمغطى بالبرونز ولما تقدم هذه الزبيحة بمخفرة الخطايا إلا من خلال وضع الأيدي وصفك الدم حتى قبل تأسيس العالم كان الله قد خطط بالفعل لطريق الخلاص لتخليص الجميع من خطياء من خلال وضع الأيدي وصفك الدم بعد أن خطط لخلاصنا كان على الله الآيب أن يرسل ابنه الوحيد للأرض ويدعه يعمد من قبل يحنى المعمدين ويجعله يسفك دمه على الصليب ولهذا السبب قبل يسوع المسيح خطياء كل خاطخ خلال معموديته والتي كانت مميثلة لوضع اليد في العهد القديم ولتحمل الدينون على كل الخطايا العالم حمل يسوع كل تلك الخطايا وسفك دمه على الصليب بدلا عنه يعلمنا مسبح المحرقة المغطى بالبرونز أن الله سوف يدين بشكل كامل كل خطيئة مكتوبة على لوحي كل قلب بشري لذلك كان على كل خاطئ أن ينقر خطايا لزبيحة بوضع يديه على رأسه ثم يقطع حلقه ويسحب دمه وعلى الكهن أن يضع دم الحيوان على كرون مسبح المحرقة هكذا مسبح المحرقة المغطى بالبرونز يجعله يعرف لنا جميعا أن يسوع حمل كل خطايانا وأنه قدين على الصليب من أجل الخطايا بدلا منه أهمية مسبح المحرقة كلما قدمت زبيحة لله كان لحمها يقطع لقطع ويوضع على مسبح المحرقة من أجل حركه بالنار وتقديمه كرائحة حلوة لله وكان الله الآب مصرورا جدا لرؤية يسوع قد عمد على يد يوحنا المعمدين وصلب حتى الموت بدلا عنه من أجل كل خطايانا وكان الله الآب مصرورا لأن يسوع لا يتشبه شائبة دحى بنفسه ككفار أبدية لجميع الخطا تظهر الزبيحة المقدمة على مسبح المحرقة كيف أنقذ الله كل خاطئ من خطايا في الوقت نفسه تظهر أيضا كيف يدين الله كل خطية وبعبارة أخرى يكشف مسبح المحرقة خلاص الجنس البشرية من خطايا إنه يبين لنا أن كل خاطئ يجب أن يطرح في بحيرة النار والكبريد في الجحيم وكيف يمكن لكل خاطئ أن يخلص من خطاياه كل من لديه أي خطية على الإطلاق يجب أن يطرح في نار الجحيم وبالتالي يجب على كل خاطئ أن يجد رحمة الله دون أن يفشل كل زبيحة وضعت على مسبح المحرقة قد حملت آسام الخاطئ وأدينت من أجلها في بعبارة أخرى فإن الزبيحة قد قبل خطايا شخص ما من خلال وضع اليدين وصفك دمه بدلا منه لقد حملت إدانة الخطية التي كان على الخاطئ أن يواجهها تعلمنا هذه المحرقة التي تمت في زبيحة خيمة الاجتماع أن يسوع قبل آسام العالم من خلال معمودياته وصفك دمه بدلا عنه كل إناء في خيمة الاجتماع يبين لنا كيف تمم الله مغفرة الخطايا من أجلنا لكي ترسم خطا واضحا لخلاصك ويجب أن يقول لديك الإيمان الصحيح بالحق المعلن في أواني خيمة الاجتماع كيف يجب أن ترسم بعد ذلك خط خلاصك ويجب أن ترسم دليلا واضحا على الخلاص من خلال الإيمان بحقيقة الخلاصة المخبأة في الخيط الأزرق والأرجواني والكرمزي والكتان المنسوج فقط أولئك الذين لديهم هذا الإيمان يمكنهم أن يأتوا إلى بر الله ويعيشوا بإيمان صحيح لقد أعد الله زبيحة تكفر عن خطايا الخطايا لا يتمكنوا من المجيء للمقدس ويقدم الكاهن زبيحة التكفير نيابة عن جميع الخطاة من أجل إنقاذهم من خطاياهم لقد حقق الله وعديه بالخلاص من خلال إبنه يسوع في إنجيل الماء والروح ولذلك يجب أن نؤمن بإنجيل حقيقة الماء والروح ونعيش إيماننا هل وضع إيمانك الآن في إنجيل الماء والروح؟ لكي تخلص من كل خطاياك يجب أن تؤمن بإنجيل الماء والروح من قلبك ولا يمكن الحصول على مخفية الخطايا الحقيقية إلا إذا كان لديك إيمان بإنجيل الماء والروح كما يشهد الخيط الأزرق والأرجواني والكرموزي إن حقيقة الخلاص المعلنة في الخيط الأزرق والأرجواني والكرموزي الموضح في خيمة الاجتماع في العهد القديم كلها موجودة في إنجيل الماء والروح المعلن في العهد الجديد هل تؤيد إنجيل الماء والروح؟ أم أنك تتنبأ بإنجيل الذي يؤكد فقط على دم الصليب؟ هل تؤمن بالإنجيل الذي يعلن أن يسوع قد اعتمد وسفك دمه من أجلنا؟ في العهد القديم كان نظام الزبائح في خيمة الاجتماع وعهد العصر الله للخلاص الذي يعدنا به سيخلصنا من خطايا العالم وكشف الله عن خطة متقنة للخلاص من خلال الخيطة الأزرق والأرجونية والكرموزية والكتان المنسوجة الناعمة المستخدم في نسج بوايبة خيمة الاجتماع من أراد الدخول من هذا الباب كان عليه أن يؤمن بالحقيقة المعلنة في هذه المواد هكذا سمح الله لشعب إسرائيل أن يخلص من خطاياهم من خلال زبيحة خيمة الاجتماع من خلال وضع أيديهم على حيوانهم الزبيحة وبالتالي نقل خطاياهم إليه بالإيمان وتقديم دمه لله إنجيل الماء والروح والمعيار الذي يتم من خلال كبور مخفرة الخطايا وبالتالي فإن أولئك الذين يفهمون هذا الإنجيل ويؤمنون به بشكل صحيح هم شعب الله في حين أن الجميع لم يصبحوا بعد واحدا من شعب الله وذلك لأن الحقيقة المعلنة في الخيط الأزرق والأرجوني والكرموزي والكتاني المنسوج النعم المستخدم في بوابة محكمة خيمة الاجتماع هو إنجيل العهد الجديد عن الماء والروح قال ربنا لنيكوديموس في إنجيل يحنى الإصحاح السيلس من لا يولد ثانيا من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله ومن المهم لنا جميعا أن ندرك أن الماء والروح هنا يشير إلى المعمودية التي تلقاها يسوع من يحنى فقط إذا فهمنا إنجيل الماء والروح يمكننا أن نأتي لأحضان الله بالإيمان كما هو موضح في مركس الإصحاح السابع الآية الحادية والعشرون كل شخص لديه نفس الخطايا الاثنى عشر التي تنبع من قلبيه بادئ زيبد أفكار المرء الشريرة هي خطية أمام الله والقتل والزنة والسرقة والتمع والشر والكبرياء والحماقة كلها خطايا أيضا الأفكار الشريرة الموجودة في قلوب الناس هي المصادر الحقيقية للخطية التي تسيء لقديسة الله وعلى الرغم من أن الله خلق آدم على سورة الله كمخلوق أبدي إلا أن آدم أخطأ ضد الله ونتيجة لذلك ولدنا من نسل آدم كخطاء غير قادرين على الهروب من دينونة الله ولأننا جميعا ولدنا كأول إنسان فمن طبيعتنا المتأصلة ألا نرتكب سوى الخطية ونسيء لقديسة الله سوى في أفكارنا أو أفعالنا وبالتالي لا يمكننا المساعدة في ارتكاب الخطية حتى اليوم الذي نموت فيه جميع البشر أشرار في أفكارهم بطبيعتهم وهم أيضا كائنات هشة يصحي غداعها من قبل الشيطان الذي يتحدى باستمرار قداسة الله قال الله أنه لا شيء سوى الأفكار الشريرة تنبع من قلب الإنسان كل إنسان مكشوف بالفعل كخاطي فأسد فاسد مملوء بأنواع الخطايا الاثنى عشر المسكورة في مركز الفصل الرأس السابع من القتل إلى الزنا والسرقة والطمع والزنا والحمقة وما إلى ذلك تمتلك الطبيعة البشرية الأساسية لكل شخص بالأفكار الشريرة وعدد لا يحصى من الناس يتحدون قداسة الله بتقويهما الدينية لذلك علينا أن يديننا الله على خطينا دون أن نفشل هذا هو السبب في حرك الحيوانات الزبيحة باستمرار على مسبح المحركة يوما بعد يوم في خيمة الاجتماع وكانت ساحة خيمة الاجتماع مليئة برائحة اللحم المحترك ودخان الحطب يجب أن نخسل القذارة بالماء في المخسلة البرونزية كان على كل كهنة العهد القديم أن يحيطوا أنفسهم كل يوم بالرائحة الكريهة لحرك اللحم والدخان الأسود وكان من المستحيل عليهم أن يكونوا نظيفين حيث سودت وجوههم بسبب الدخان وكانت أكسادهم مغطوا بالأوسيخ لهذا السبب احتاجوا إلى مرحوض من البرونز في فناء الخيمة حتى يتمكنوا من غسل أنفسهم كان على الكهنة أن يخسلوا قذارتهم بماء مخسلة البرونز كل يوم تشير هذه البركة البرونزية في خبة الاجتماع إلى أنه في أيام العهد الجديد غسل يسوع أسام العالم بتعمده من كبر يوحن المعمدين تشير حقيقة أن كهنة العهد القديم غسلوا أكسادهم بماء مرحوض البرونز في خيمة الاجتماع إلى معمودية يسوع التي كانت مهمة لعمل الخلاص مثل الدم الذي سفكه على الصليب كانت المعمودية التي تلقاها يسوع من يوحن المعمدين خطوة لغنى عنها على الإطلاق لغسل كل خطيانة والتي بدونها لا يمكن تطهير أحد في الواقع يمكن للكهنة الحفاظ على قداستهم لأنهم يستطيعون الذهاب لمرحوض خيمة الاجتماع من البرونز وغسل كل الأوساخ المتراكمة على مدار الخدمة في خيمة الاجتماع أن غسل الكهنة لقزارتهم في المخسلة البرونزية يعني أنه يجب على المرء أن يعترف بنفسه الخاطئة ويدرك أن الله سيدين الجميع ويدمرهم بسبب خطيانة ويفتح لك طريق الخلاص عندما تعترف لله بأنك ستدان وتلقى في نار الجحيم لتعيني إلى الأبد من خطيك الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها المجيء لمحضر الله هي الاعتراف بخطيك والإيمان بحقيقة الخلاصة الحقيقية التي حققها يسوع من أجلك لقد جاء أن ما سيء بالفعل لهذه الأرض ليخلصك ويخلصني من كل الخطايا العالم وتحمل كل خطيانة بتعمده من كبر يحنى المعمدين وأودينا في الواقع على الصليب هذه هي حقيقة إنجيل الماء والروح وحقيقة الخلاصة التي لاغنا عنها كل إنسان لديه أفكار شريرة وبالتالي كل شخص لديه رغبات شريرة لإذاء الآخرين ويلحاق الألم حتى قتلهم ويجب أن تدرك مدى شر البشر وفسادهم لماذا البشر أشرار جدا إذن؟ لأنهم مولودون بالخطيانة والشر بطبيعتهم ودائما ما يؤدون يؤون أفكار شريرة ويرتكبون الخطيئة لأن البشر يرتكبون جميع أنواع الخطايا الاثنى عشر طول الوقت فهم مثل كنبلة يمكن أن تنفجر في أي وقت يمارسون الشر طول الوقت ويجذبون على بعضهم البعض ويسركون ويرتكبون الزنا والفجور ويجذبون على مجد الله ويحبون الحماقة والجنون كحدنة من الأشرار بطبيعتهم فإن البشر دائما ما يدمرون أفكار شريرة ويتحدون كداسة الله طول حياتهم نظرة الله للخطيئة والخطوة من الطبيعة البشرية المتأصلة لكل شخص أن يكون أنانيا يقول العلماء أن الإنسان لديه أكثر من مئة ترليون خلية وكل من هذه الخلية التي لا تعد ولا تحصى أنانية لدرجة أنها لا تقدم تنازل لخلية واحدة هذا هو السبب في أن الإنسان كائن أنيني تماما لأن الجميع مبرمجون وراسيا ليكونوا أنانيين مثل هذا لا يمكن لأحد البقاء على قيد الحياة في هذا العالم ما لم تكن هناك معايير وقواعد اجتماعية تنظم سلوك المرء البشر أنانيون لدرجة أنهم بدون مثل هذه المعايير يقتلون بعضهم ومن أجل بقائهم المتبادل وضع قواعد للتعايش هذه هي الطريقة التي ظهرت بها الأعراف في القواعد تم وضع المعايير لتقييد ميل الإنسان المدمر وتعزيز بيئة أكثر تعاونا لأن البشر أشرار وأشرار لدرجة أنها كان من الضروري وضع معايير وقوانين اجتماعية تحكم سلوكهم وكبح جماح ميولهم الشريرة إذا كنت تريد حقا أن تؤمن بيسوع كمخلصك وتأتي لمحضر الله الإب فيجب عليك أن تدرج دون أن تفشل أنك شرير بطبيعتك بشكل أساسي وتعترف بأنك حاطفة تماما مرتبط بالجحيم وتؤمن بإنجيل الماء والروح وتؤمن ببر يسوع المسيح وبالتالي تنار مخفرة كل خطاياك وبالتالي لا يسعهم إلا أن يرتكبوا الخطيئة طوال الوقت وعلى رغب من أنهم خلقوا على صورة الله إلا أنهم مجدفون على قدسته ولهذا السبب لا يمكن للبشر أن يخلصوا إلا إذا أمنوا بكل خلاص إنجيل الماء والروح الذي أعطاه يسوع المسيح أعترف أنني شرير دائما أنا مليئ بأوجه القصور طوال الوقت أنا أرتكب الخطيئة باستمرار وبالتالي أستحق أن أعاكف في الجحيم هذا هو السبب في الخلاصة التي تقدمه إنجيل الماء والروح لغنى عنه بالنسبة لي وأؤمن أنك خلصتني من خلال إنجيل الماء والروح فقط أولئك الذين يعترفون بضعفهم وشرهم يمكنهم أن يؤمنوا ببر يسوع المسيح يقول أن السكرات كان مستوحى من خربشة عصر عليها على جدار الحمام الحمام والتي تقول أعرف نفسك ترك هذا القول البسيط انتباعا لا يمحي على سكرات لأنه كشف ما كان يدور في ذهنه كلما رأى سكرات شخصا صالحا يتظاهر بأنه فاضل وواسعا معرفة كان يوبخ الشخص بقوله اعرف نفسك أولا وكان هذا البيان البسيط وحده كافيا لجعل سكرات فيلسوف عظيم يتذكره حتى يومنا هذا لا أستطيع أن أؤكد بما فيه الكفاية مدى أهمية أن تدرك نفسك وأن تعرف أنك ستلقى في الجحيم بسبب أجور هذه الخطايا وتعترف بذلك من قلبك ولا يمكنك أن تدرك حقا بر الله إلا إذا أدركت أولا كم أنت خاطي فاسد أمام الله وكيف تتجيب لها هوادة مباشرة للجحيم يجب على المرء أن يعترف بعواقب خطايا أولا وكان مسبح المحركة مصنوع من خشب السنت وكان الجزء الخارجي مغطى ببرونز هذا يعني أنه يجب إدانة الجميع على خطايا وكل خاطي عاجز عن الهروب من طريقه للجحيم ولئك الذين يعرفون مدى عجزهم التام بمفردهم يمكنهم تبجيل بر يسوع والإيمان بمحبته دعنا ننتقل إلى لوقة الإصحاح السامن عشر الآية العاشرة إلى الرابعة عشر هنا إنسانين صعدوا إلى الهيكل ليصلي واحد فرسي والآخر عشار أما الفرسي فوقف يصلي في نفسه هكذا اللهم أنا أشكرك أني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزني ولا مثل هذا العشار أصوم مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتنيه وأما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء بل قرع على صدره قائلا اللهم ارحمني أنا الخاطئ أقول لكم إن هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذاك لأن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع كان الفرسيون في أيام يسوع أطقياء في مظهرهم الخارجي وعلموا الجميع أن يعيشوا فاضلين ولكن هل لم يرتكبوا أي سرقة أو زنة؟ كلا بالطبع وعلى رغم من أن الفرسيون تظاهروا بأنهم أطقياء في الخارج عندما لم يكن أحد ينظر إليهم ارتكبوا خطايا أكثر وقاموا بتنويم أنفسهم مغناطيسيا للاعتقاد بأنهم بلا خطية وتظاهروا بأنهم أطقياء لمن حولهم هؤلاء الناس بالتحديد أم أكثر الخطافة سيدا الذين يتحدون قداسة الله كانت صلاة العشار مختلفة عن صلاة الفرسي كان من الواضح للجميع أن جامع الضرائب كان خاطئا عندما خرج إلى الله لم يستطع حتى رفع رأسه والنظر للسماء ولكنه بدلا من ذلك ضرب صدره معترفا يا الله ارحمني لإني خاطئ واستمع الله لنداء العشار طلبا للرحمة وأنقذه من خطايا لأنه آمن بحقيقة الماء والروح وانكشف الفرسي كفاعل شر في نظر الله وكان العشار هو الذي وفق عليه الله لبره وليس الفرسي فقط من خلال الإيمان ببر الله بكلبنا لنا مغفرة الخطايا وليس بالاعتماد على أعمالنا لأن أعمالنا تقصر دائما عن قداسة الله عندما ننظر إلى النار والدخان المتصاعد من مسبح المحركة المغطى بالبرونز يمكننا أن نرى أنه في نظر الله نحن وأنفسنا خطا محكومة علينا بنار الجحيم بسبب خطايانا ويجب على كل واحد منكم أن يدرك هذه الحقيقة إذا كنت بدلا من ذلك برا ذاتيا مثل الفرسي نفسه الذي اعتبر نفسه فاضلا بشكل بارز أمام الله فعليك أن تدرك هنا أنك تقف على جليده الرقيق بعيدا عن الأسور على رحمة الله سوف يتركك الله في المقابل إذا كنت مثل العشار فيمكنك أن تعترف بأنك خاطي محكوم عليه بالجحيم بسبب خطايك وتجد رحمة من الله بسبب هذا الاعتراف المتواضع بالنسبة لجميع المتواضعين مثل العشار في أن الله الإب لطخ كل خطاياهم بين جيل الماء والروح الإيمان بدم يسوع وحده لا يكفي قد يفكر بعدكم لماذا يستمر الكس كونغي في القول أنني يجب أن أعترف بطبيعاتي الخاطئة بينما أنا أؤمن بالفعل بدم يسوع صحيح أن لدي بعض العيوب لكنني لست خاطئة لدرجة أنني أستحق أن يديننا الله بسبب خطايي لا أعتقد أن كل تفكير وكل نية وكل فعل خاطئ لدرجة أنني أستحق الإيدينا إذا كان هذا هو ما تفكر فيه الآن عليك أن تدرك أنك مخطئ بشكل خطير مثل ذلك الفرسي الذي ارتكب خطأ فيادحا يقول الكتاب المقدس أن أجرة الخطيئة هي موت في نظر الله كل خطيئة هي ذاتها سوى كانت صغيرة أم كبيرة أي شخص لديه أي خطيئة على الإطلاق في نظر الله حتى لو كانت أصغر الخطايا سوف يداني الجميع لهذه الخطيئة ويطرح في نار الجحيم لا يهم كما هي كبيرة أم صغيرة طالما لديك أي خطيئة على الإطلاق فأنت مثل أي خاطئ آخر في عيني الله الكدوس لماذا هذا هكذا؟ لأن الله نفسه كدوس وبالتالي لا يمكنه تحمل أي خطيئة على الإطلاق بغض النظر عن مدى خطورة أو تفاهد خطيئك عندما نكتشف بسدك كل حياتنا أمام الله لا يمكن لأي مننا أن يدعى أنه ارتكب بعض الخطايا إذا قلت أنك ارتكبت بعض الخطايا فربما تعتبر نفسك فاضلا على الأقل وفقا لمعيير العالم ولكنك تقول هذا لأن تصورك لدينونة الله وإدانتي للخطيئة خاطئ تماما حيث ليس لديك أي فكرة عن مدى صرامة الله أنت تكيم بنفسك بناء على معييرك الخاصة واستيعابك الزيتي بدلا من معيير الله؟ من الضروري جدا أن تدرك أن أي شيء لا يفعله الإيمان هو خطيئة أمام الله رمي الإصحاح الرابع عشر رأية الثالثة والعشرون وأنك أنت نفسك ترتكب مثل هذه الخطايا باستمرار وتدين عليه الخطايا بعد هذا فقط يمكنك أن تدرك حقيقة الخلاص وتدرك أن الرب أنقذ مثل هذا الخاطئ الفاسد مثلك من كل خطاياك من خلال الخيط الأزرق والأرجواني والكرمزي والكتان المنسوج النعم عندما ننظر إلى كلمة الله التي تشرح خيمة الاجتماع لا يسعنا إلا أن نعترف بما يلي يا رب لقد قدر لنا جميعا أن ندان على خطيئنا لأننا لا يسعنا إلا أن نرتكب الخطيئة في كل وقت فقد خلصنا تماما من خطيئنا وإدانتنا من خلال المعمودية وسفك دمه لخلصنا بالإيمان بإنجيل الماء والروح خلصنا من خطيئنا وإدانتنا في الواقع كان مقدلا لنا جميعا أن يلقى بنا في الجحيم ولكن بفضل خلصنا من خطيئنا بالإيمان بنظام الزبائح نحن نؤمن أن هذه هي عطية الخلاص التي أعطيتها لنا لا يزال هناك عدد لا يحصى من الناس في العالم الذين لم يأتوا لبر المسيح لا يزال الكثير يجهلون حقيقة الخلاص ولا يدركون أن الرب أنقذ كل خاطئ من خطايا العالم من خلال حقيقة الخيط الأزرق والأرجواني والكرموزي هؤلاء الناس ليس لديهم فكرة عن مدى شرهم وكيف أن مصيرهم أنفسهم يدينوا بسبب خطاياهم وعلى الرغم من أنهم يرتكبون خطايا لا يحصر لها طول الوقت ويتم إدانتهم بسبب خطاياهم إلا أنهم لا يدركون أنهم هم أنفسهم خطا فاسدون يغضعون أنفسهم يعتقدون أنهم يقومون بالفعل بأعمل صالحة وهم حرصون على إظهار فضائلهم ويقتربون من الله لا يترددون في إظهار برهم بدلا من بر الله في غطرستهم البر الزاتي ويعتقدون أنهم يذهبون للجحيم حتى لو كانت لديهم خطية يوجد في الواقع عدد من المسيحيين في جميع أنحاء العالم يعتقدون أنهم على الرغم من أنهم يؤمنون بيسوع إلا أنه لا يزال لديهم بعض الخطايا المتبقية المتبقية معهم وأن هذه الخطايا يمكن غسلها بسهولة بمجرد تقديم صلوات التوبة ويتقدسون في النهاية وأنهم في النهاية يدخلون ملكوت السماوات وكثيرا من المسيحيين على يقين أنه على رغم من أنهم يزلون خطاء إلا أن الله لن يدينهم لمجرد أنهم يؤمنون بيسوع ولكن بغض النظر عن عدد الأشخاص المقتنعين بهذا فإنهم يضطيهون لنار الجحيم المشتعل إذا كنت تعتقد أنك لن تذهب للجحيم حتى لو كنت لا تعرف حقا سر الخلاص الذي تم الكشف عنه في خيمة الاجتماع الأزرق والأرجونية والكرموزية والكتنة منسوج النعم أو إذا كنت تؤمن بيسوع صرب على الصليب من أجلك دون الإيمان بمعمودياته فإن إيمانك معيب وغير كامل هكذا إن كنت تعتقد أنك لن تذهب للجحيم على الرغم من أن قلبك لا يزال خاطئا كل ذلك لأنك تؤمن بطريقة ما بيسوع المسيح كمخلصك فأنت في الواقع تتحدى قداسة الله إنها مأساة أن الكثير من الخطى يظلون أخبياء لدرجة أنهم لا يدركون أنهم يتجهون للجحيم ولكن كما قال الكتاب المقدس الجميع أخطأوا وأعوذهم مجد الله رمي الإصحاح الثالثة الآية الثالثة والعشرون ويجب أن يطرح الجميع في الجحيم لأن الجميع خطى ومجد الله ليس سوى يسوع المسيح الذي جاء بالماء والروح وعلى الرغم من أن عددا لا يحصى من المسيحيين يعلنون إيمانهم بيسوع إلا أنهم عظمهم ما يزالوا غير مخلصين لأنهم لا يفهمون حقا أن يسوع جاء بالماء والدم والروح إذا كنت لا تعرف ولا تؤمن بيسوع الذي جاء بالخيط الأزرق والأرجواني والكرمزي فأنت لم تخسر من خطاياك بعد وبالتالي لا يمكنك الدخول لبيت الله اللامع لذلك بغض النظر عما إذا كنت مسيحيا تعترف بالإيمان بمخلصك أم لا إذا لم تكن قد ولدت حقا من جديد فعليك أن تعترف أنك ملزم بالجحيم بسبب خطاياك وتؤمن بيسوع بشكل صحيح هذه النقطة فصاعدا تنص شريعة الله بوضوح لأن أجرة الخطايا هي موت ويجب أن تعترف أن القانون الإلهي وتؤمن به دون أي مقاومة إذا اعترفت أنك تتجه إلى الجحيم من أجل خطاياك فهل يمكنك أن تؤمن بإنجيل الماء والروح الذي وهبه الله عطية للخلص هي مخفرة الخطايا وهذه العطية تمنح فقط لأولئك الذين يؤمنون بمعمودية يسوع المسيح وموت وقيامته يا إلهي الخلاص والخلاص من كل خطيانا من كل خطيانا لم يأتي من أنفسنا لكنه هبط الله لنا لم يولد أحد مننا في العالم برغبتي الخاصة ولكن الله هو الذي سمح لنا أن نولد على هذه الأرض لكي يجعلنا أولاديه مدركين أن الله مكننا من الوسول لخلاصنا إذا أمننا بمعمودية يسوع موتها على الصليب وقيامته يجب على كل واحد مننا أن يؤمن بهذه الحقيقة وبعد أن أسس شريعاتي معلنا أن أجرة الخطيانا هي موت خطط لنا أيضا أن يمنحنا الحياة الأبدية في يسوع ربنا وأمر بصنع مسبح المحرقة من خشب الصنت وتغتياته بالبرونز وأشعل النار عليه وهذا يعني أن أجرة الخطيانا هي موت وأن كل خطيانا يجب أن تدين إلى الأبد مثل هذا القانون الذي وضعوه الله لا يمكن كسريه أو تغيريه من كبر أي مننا إذا كان لديك حقا فيه مواضح لخيمة الاجتماع فإنه يخلصك الله من كل خطيانا وإدانة هذه الخطايا فحسب بل سيمنحك كل بركاته ومع ذلك إذا رفضت التفكير في خطيانا بجدية ولو مرة واحدة ولكنك بدلا من ذلك تعتقد بعناد أنه ليس لديك أي خطايا أو أنك لم ترتكب أي خطايا مميتة أو أن الخطايا القليلة التي ارتكبتها لا تقارن بالأشياء الجيدة التي فعلتها فستخضع روحك لقانون غضب الله يسوع المسيح هو الله نفسه ويمكنك أن تتحرر من خطيانا إذا كنت تؤمن بالمسيح كمخلصك وطصك في بر الله الذي حققه الرب وبمجرد أن تتحرر من كل خطيانا بالإيمان بإنجيل الماء والروح ستثبت بالتأكيد في الله للأبد أقدم كل الشكر ليسوع المسيح لأنه خلصنا من خطيانا وموتنا من خلال حقيقة الخلصة المخبأة في نظام الزبائح في خيمة الاجتماع ترجمة نانسي قنقر